مرحبا اليوم راح نعرف شلون تعرف اسم المستخدم حتى لو كنت نسيه او كنت ما تعرفه خلونا نبدأ الشرح كلا عليك انك تضغط على الصورة اللي فوق سار وتضغط على تسجيل الخروج تيكيهي تيكيهي سوي كذا خلاص كذا ما سجلك خروج لكن رجعك في البداية كانك تبت تختار سيرفر ابي منك خدمة بس بسيطة لو كنت بحسابات كينشين امباكت حسابات اي لعبة جوال في بالك كلمني في التليقرام وراح اوفر لك حساب بسعر رخيص ومناسب لو كان ما عندك تليقرام كلمني بسنام بعد اضيفوني بسنام ما هي مشكلة عشان نكون حبايب وقريبين البعض كل شي راح تلقاه في اول تعليق خلونا نكمل الشرح الحين بتضغط على علامة الباب بتشوفون اليمين بالزاوية تضغط عليها سجلك تتجيل خروج وبعدها بتحصل الكلمة هذي تضغط عليك كلمة اللي بالاصفر هنا بتشوف كلمات مبعثة مع بعض تحسينهم قاعدين يتهوشون تشوف ما في مشكلة هذي حلها بسيط كلها اللي عليك انك تغير لغة جهازك إلى الانجليزي راح اغير اللغة وارجع لكم اللون الحين نجرب ونشوف بعد ما غيرت اللغة نضغط عليك كلمة اللي بالاصفر بتشوفون فيها حركات ثانية حلوة اللي هي اخر تسجيل دخلت حساباتك بس كلها عليك انك تغير اللغة بس ولا مور كلها تصير تمام المهم انك تضغط عليك كلمة اللي بالاصفر مثل ما تشوف ابتعد وفرقنا الهوشة وحلينا المشكلة فخيارك الحين تختارك كلمة هذي حلو اليميل هنا وش راح يقول لك يقول لك ضيف ايميلك او اليوزر نيم انت ضيف الايميل بس زي ما تشوفون اضفنا الايميل نضغط عليك كلمة اللي بالاصفرق بعد هنا في لغز موه لغز لكن يبيه لها ذكاء شوي ما لا دخل بالذكاء همشي انك تختار الكلمات من اللي سار اختار من اللي سار فاهم عليك نفسك كذا عشان ما تجيب الايد خلاص قبل على طول هنا وش راح يقول لك يقول لك راح نرسل الكود انت كلا عليك نك تضغط عليك كلمة هذي اللي بالاصفرق بعد ويجيك اللغز اللي قبله شوي تحله كذا تمام بتروح تشيك على ايميلك بتحصل الكود تضيفه هنا راح اجيب الايميل وارجع لك كذا حصلنا الايميل ووضفنا الايميل لكل شي تضغط عليك كلمة لبلازرك خلاص الحين مسموح انك تغير اللي هو كلمة المرور غيرها ما فيه مشكل بتلاحظ ان الاسم اليوزر نيم مختفي فيه كم كلمة بس طالعة انت غير بس كلمة السر راح اغير كلمة السر وارجع لكم بعد ما اضفنا كلمة سر الجديدة وكل شي تضغط عليك كلمة بالازرك بعد وكذا خلاص بتلاحظ انه اعطاك اليوزر نيم طلع لك اليوزر نيم على طول هذا اليوزر نيم حق حسابك احفظه عشان ما تضيعه بعد ما تحفظه خلاص خلل عندك بملاحظات وشي عشان لو بعدين سمح الله يمديك ترجع في اقرب وقت عشان تتأكدون خلوني بس اضيفك المتسر اللي غيرتها ويكون كل شي تمام خلاص دخلك على حسابك على طول عشان تقتنعون بعد اكثر راح ادخل على نفس الحساب وتشوفون بدون ما قطع على الفيديو بدون معدل بدون شي عشان تقتنعون ان فعلا الطريقة شغالة وما فيها مشاكل ولاني قاد استغلكم عشان كم مشاهدة بس ما راح اضغط سكب تسمعوني لا 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 تضغط يا ابو جابر لا لا بدون سكب يا ابو جابر ترى نسمعك ترى نشوفك يا ابو جابر لا 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 شوفون تكلمت معكم طول فترة لين يدخل الحساب وتعرفون ان كل شي تمام وبدون اي مشاكل نضغط العمل في الشخصي بتشوفون هذا حسابي الاساسي ما فيه اي مشكلة وستتمنى انك تتابعني على التليقرام على سناب شات لو كان في خاطرك اي حساب لعبة او اي خدمة المثانية سوى شدات او اي شي كلمني وراح اضبطك في الامر كل شي راح تلقى في اول تعليق يعطيك العافية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة